تعالوا بقى نروح دلوقتي على مقر موقع يلا كورة والزميلة العزيزة مريم سميح متواجدة هناك عشان تعرفنا ايه اهم المنشتات وايه اهم الاخبار في الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وكمان حيكون لها لقاء مع الاسازة مننا عمر الناقضة الرياضية حيكلموا سوا حوالين شوية منشتات انا عايز اقف بعد اذنك عند اتنين منهم اولا في اليوم السابع واعتقد ده حيكون ترتيبه الخامس معاك يا مريم حدث فريد في الدوري الايطالي يعود بعد غياب 67 سنة العنوان مشوق جدا والخبر الثاني من جريدة الجمهورية بيقول فيه 2022 صلاح لو محمد صلاح يعني الخامس في قائمة الاعلى ربحا عندك انت التفاصيل بقى يا مريم اتفضلي صباح الفل عليك صباح الفل عليك يا كريم بصبح لكل مشاهد قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وجوله صحفية جديدة من داخل موقع يلا كورة كوزي ما انت نوهت بالظبت يا كريم في البداية هيكون معانا طبعاً لتحليل الجبيع العنوين اللي سconت ربك في جولتنا الصحفية الناقدة الرياضية من عمر الناقدة بموقع يلا كورة ويمكن العنوان الاول لات أذكرت يا كريم أنت تعليم في نهاية جولتنا اللي صحفيية هو منعواننا الأخير ولكن خلينا بقى نبتدي بصلاح ونستعرض في البداية العنوين اللي ستكون موجودة معانا النهاردة في هذه الجولة البداية طبعا من جريد الجمهورية صلاح الخامس في قائمة الأعلى ربحان. والعنوان التاني من يلا كورا. ميسيا كوت سان جرمان لصدارة الدوري الفرنسي بالفوز على ليون. ومن موقع كورا انشلاطي. رودريجو ذاكي جدا ولم نحسم أي شيء. وأخيرا من اليوم السابع. حدث فريد في الدوري الإيطالي يعود بعد غياب 67 عاما. طبعا بنرحب في البداية بنقدتنا الرياضية. الأستاذة من عمر النقدر دي بموقع يلا كورا. دايما من عورانا ومشرفانا في عشر صبحي في الأهل يامن. مرسي يا مريم. صباح الخير عليك. وصباح الخير على كل متابعة قناة النادي الأهل. من عوري. لو هنتكلم عن محمد صلاح يمكن لسه بيصنع تاريخ لنفسه. والمجد النفسه كلاعب إفريقي وعربي طبعا. جريد الجمهورية يمكن وضح التقرير هام جدا. وهو فكرة الأعلى ربحا سواء من الرواتب السنوية الخاصة اللعيبة وإراداتهم كمان من الأعلانات في الموسم طبعا الجاري عشرين وعشرين 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 وعشرين. ومحمد صلاح طبعا نجمنا النجم المصري نجم ليفر بول والمنتخب المصري يمكن احتل المركز الخامس في هذه القائمة يمكن بتسعة وتلاتين ونص مليون دولار. يعني رأيك ايه ويمكن صلاح يحقق ايه كمان خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق كل هذه الإنجازات؟ خلينا نتكلم على التقرير الأول يا مريم. التقرير ده اللي عمله موقع أو صحيفة اسمها سبورتيكو. دي متخصصة في اقتصاديات اللاعبين وقرط القدم. هي عملت تقرير أو عملت رصد لدخول اللاعبين في لعبي قرط القدم في العالم يعني. وبناء يعني استندت على ايه في التقرير بتاعها ده؟ استندت على الدخل بتاع الراتب أو الدخل بتاع اللاعب أو الراتب بتاعه. استندت كمان على المكافآت على الإضافات اللي هي بيبقى منصوص عليها طبعا في العاد. استندت على الإعلانات. لما نجي نبص لي القيمة اللي أعلنها الموقع اللي هو اسمورتيكو. هنلاقي إن في القيمة دي أول عشرة هنلاقي فيهم ثلاث لعبين من باريس سان جرمان. أول واحد طبعا كليان مبابي مية خمسة وعشرين مليون دولار طبعا ده الدخل السنوي. هنلاقي تاني لاعب كريستيان رونالدو طبعا نجم مانشستر يونيتد مية وثلاثة عشر مليون دولار. بعد كده هنلاقي ليونيل ميسي بفرق شوية عن رونالدو مية وعشر مليون دولار. بعد كده هنلاقي في المرتبة الرابعة هنلاقي نيمار واحد وتسعين وبعد كده هنلاقي نجمنا المصري محمد صلاح تسعة وتلاتين ونصف مليون دولار. اللي تالى كمان صلاح أول خمسة اللي جون بعد كده وارا صلاح هنلاقي إدن هازورد لعب ريال مادريد هنلاقي أندريا إنيستا هنلاقي رحيم ستيرلينج هنلاقي دي بروينا لعب منشستر سيتي طبعا وهنلاقي أنتوان جريزمان لما نيجي نبص للقائمة هي يعني القائمة هي كلها حسابات أو هي كلها أموال طبعا ما لهاش علاقة قوي بالموسم اللي بيقدموا اللعب أو الأداء اللي بيقدموا اللعب فيه خلال الموسم طبعا إحنا ما نيجي نبص للموسم محمد صلاح السنة دي مش البداية اللي احنا متعودين منها من محمد صلاح ولكن ما نقدرش نقول إن هي بداية سائقة عشان صلاح دايما عودنا على التوب صلاح دايما عودنا على الانبهارات فدلوقتي لو الموضش عد أو المباراة عدت مجرد أنه عمل أسست مثلا لزميل أو ساهم في هدف أو سجل هدف واحد فبنعتبر إن ده شيء عادي لا إحنا عايزين أكتر من كده بالنسبة للمحمد صلاح أو ممكن يكون صلاح بعيد دلوقتي شوية عن الجائزة المفضلة بالنسبة له أو السباء المفضلة بالنسبة له وسباء الحزاء الذهبي في بريمير ليج لكن برضو الجاب مش كبير ما بينه ما بين منافسي زي طبعا إيرلينج هالند لعب منشستر سيتي زي ميترو فيتش زي أكتر من لاعب فيه الدوري هاري كينسون ولكن الدوري لسه الدوري الإنجليزي لسه طويل لسه قدامه مشوار طويل صلاح قادر جدا أنه يرجع في مستوى ويسجل أهداف كتير عنده كمان هيستغل أكيد فترة الراحة بتاعة كاس العالم وأكيد هيقدر أنه يعيد حساباته ويرجع بمستوى المعهود بإذن الله زي ما تكلمنا عن تاريخ محمد صلاح برضو ومستي لسه قدر أنه هو يصنع تاريخ رغم كل شيء ورغم كل الظروف يمكن شوفنا مستي مبارح طبعا في مباراة باريس سان جرمان وليون يمكن هو كان السبب لأنه هو صاحب الهدف الوحيد في المباراة وطبعا تسبب يمكن في وجود فريقه في صدارة الدوري الفرنسي شايف مستي رغم كل يعني يمكن السن الواصل لي فكرة تنقله أو رحيله عن بارشلون ثم موجوده في باريس سان جرمان ولسه قادر رغم كل ده برضو يصنع تاريخ شايف أزاي لسه قادر آه بس لو سألت أي مشج مش هقول مشجع بارشلوني أو اللي نادي سابق يعني هنقول أي مشجع في العالم لو سألت على ليونين مستي أو بيقدم أداء جايد بس مش ده مش ده ميسي يعني مش ده اللي احنا متعودية طبعا زي ما أنت ما قلت عامل السن مهم جدا ولكن الوضع في باريس سان جرمان غير الوضع في بارشلوني تماما الأمور متغيرة خالص لأول مرة كنا ما كانش عدي أتخيل أصلا أنه كان ممكن يجي في يوم من اليام أنه نسمع صفرات استهجان ضد ميسي أو ضد رونالدو للأسف حصلت ضد ميسي في جماهير باريس السنة اللي فاتت والحقيقة كان أداء ميسي السنة اللي فاتت مع باريس سان جرمان كان عادي جدا أقل من العادي ما كانش المنتظر أو المتوقع من الجماهير ويمكن ده بالنسبة لهم كان رد الفعل خصوصا أن الفريق في نجوم رهيبة يعني الإمكانيات اللعيبة اللي بيضمها باريس سان جرمان مش قليلة خالص ميسي نمار نتكلم ده في الخط الهجوم بس ميسي نمار في نجوم تانين في خط الوسط نجوم في الدفاع في حراسة المارمى دوناروما فالفريق نفسه تقيل فلما تلاقي النتائج بتاعته طبعا هم يعني طموحهم أو التارجت اللي هم عايزيني وصلوه طبعا هو دوري أبطال أوروبا وكالعادة ما قدروش انهم حققوا السنة اللي فاتت وخرجوا من ريال مدريد مبكرا يعني فهو ده بالنسبة لهم الهدف فانت بالنسبة لي برضو أنا جبت ميسي بس أنا برضو ما قدرتش أحقق التارجت بتاعي يعني نرجع تاني للكلام على ميسي العادي إن ميسي بيسجل هدف بيساهم في هدف بس برضو زي ما احنا ما قلنا مش الانبهارات بتاعي تمثل اللي احنا كلنا بننتظرها طبعا داربي ريال مدريد وقتلاتكم مدريد يمكن فكرة كمان تصريحات أنشلوطي عاقب المباراة وفكرة كمان الحديث عن رودريج وفكرة وجود لعب ذاكي ضمن صفوف الفريق طبعا انشلوطي شايف ان هو ممكن يلعب في اي مركز بيتعلم بسرعة شايف تصريحات ازاي عن رودريج ومن انشلوطي وهل ممكن يكون هو الحسن الرابع خلال الفترة المقبلة في صفوف الفريق وضع ريال مدريد الوضع العادي بتاع ريال مدريد وضع هادي جدا صفقات بتتم بهدوء جدا بدعم الفريق على قد العناصر اللي هو محتاجها ما فيش حاجات مبهرة جدا في المركاتو في النهاية انا بدخل المباراة انا بكسب المباراة من بداية الموسم ريال مدريد مخسرش لحد دلوقتي اي مباراة ما تعدلش في الدوري لعب تقريبا لعبه سبع جولات هو كسب السبعة المبارتين في دوري ابطال اوروبا برضو وكسب المبارتين في دوري ابطال اوروبا الوضع تحسي بتاع المدريد وضع هادي جدا التوليفة التي عملها انشلوتي يستطيع انه يكسب بها ممكن يكون مثلا المهارات العالية ما نشوف البصمة بتاعت المدرب خلال المباراة لكن في النهاية أنا بحق اللي أنا عايز وانا بفوز بالمباراة كسبت الدربي 2-1 كان 2-0 اصلا وبعد كده الجون جي في جون قتلتكو مدريد يعني يجي في الاخر يعني الوضع مستقر جدا جدا بالنسبة لريال مدريد كالعادة يعني هوا مش محتاجين مش محتاجين اي مش محتاجين اي دعم اللي أنا بس عايز أعلق عليه كانت تصريحات أنشلوتي كانت غريبة شوية بخصوص فينيسيوس جونيور والواقع اللي تعرض لها او الكلام اللي توصف به بخصوص رأسة الاحتفال اللي هو بيعملها وانها توصفت انها بلش نقول توصل بي بس الناس كلها عرفت يعني بس توصفت بلفظ مش لطيف يعني تصريحات أنشلوتي كانت غريبة شوية يعني لو هما لما تسأل في المؤتمر الصحفي هل انت مثلا يعني دعمت فينيسيوس حصل ما بينك وما بينه حوار مثلا بحيث انه يقدر يتعامل مع التصريحات فهو كان رده لأنا مش والده او مش اخوه انا مجرد مدربه او انت المدرب بتاعه بس اكيد المدرب فيها عنصرية او اتهمات فيها عنصرية ممكن يكون لعب ما يقدر انه يتعامل مع هذا فينيسيوس او لعب زاكي يقدر انه يتعامل مع الموقف او ما يقصر فيه النادي دعمه شفنا اكتر من لعب برازيليين في الدوريات المختلفة اللي دراسة الاحتفال بتاعه كان نوع من الدعم لكن ما يبقاش التصريح يطلع من المدرب اعتقد تصريح ما كانش زاكي بشكل كافي اخيرا بقى فكرة ان حدث يتكرر كل 67 عام يمكن دي بتبقى من النوادر في الرياضة العالمية شفنا امبارح حدث غريب فكرة خسارة اربع فرق في يوم واحد سواء انتر ميلن والميلن واليوفي وروما اكيد بالنسبة لك كان حاجة كرة القدم كان حدث وزي ما احنا قلنا بيتكرر كل فين وفين وفعلا انهو ده ما حصلش من 67 عام هو حدث فريد جدا يا ماريم فعلا زي ما انت ما قلت بس الغريب اكتر وضع يوفينتوس وضع يوفينتوس في الدوري سواء السيزن اللي فات سواء السيزن ده هو المشكل بشكل الدوري بالمنظر ده احنا ما اعتدناش على الشكل ده لما تيجي تبصي للجادة هتلاقي هو نابولي واطلانط هم اللي بيتقسم الصدور هتلاقي يوفينتوس تقريبا في المركز السابع او المركز التامي يوفي خلال السبع جوالات او الست جوالات اللي لعبها في الدوري الايطالي مكسبش غير جولتين فانتي بتتكلمي فالفرق ما بينهم وبين المتصدر مثلا هتلاقي جامير يوفينتوس حتى ما اعتقدش انها ممكن تستمر وتستحمل ده كتير شفنا هشتاج مبارح بعد الخسارة من الصاعد الدوري الايطالي حديثا اللي هو خسر طبعا واحد صفر هشتاج طبعا طلع بالمناسبة نسينا نقول النتائج المباريات احنا روما خسر من اطلانط على ارض وستجمهور واحد صفر انتر ميلان خسر من اودونيزي 3-1 ميلان خسر من نابولي 2-1 فنرجع تاني نتكلم على يوفي فزي ما بقولك الوضع يوفينتوس مع الاجري مش احسن حاجة خالص هو كمان تصريحاته غريبة جدا يعني تصريحاته الى حد ما مستفزة يعني هو طلع مرة عقب مباراة من المباراة وتكلم قال انه هو بالنسباله الكرة الجذابة اللي هم ما بيكسبش بيها هي دي بالنسباله مش ممتعة طب احنا ولا في كرة جذابة ولا في مكسب فلا هو ايه الوضع يعني بس فاعتقد اعتقد لو استمرت النتائج على هذا الحال اعتقد ممكن نشوف اقالة لاليجري قبل نهاية السيزن يعني مننا انا بشكرك جدا طبعا دايما بتنورينا وتشرفينا في فقرتنا الصحفية في عشر الصبح في الاهلي واكيد بنشكرك على التحليل التفصيلي لكل عنوين اللي كانت معنا النهاردة في جميع عنويننا الصدرة صباح اليوم الاثنين مرسي ليك يا ماري منوارتي يعني يا كريم يمكن زي ما انت تبعت معنا وكل مشاهدي عشر صبح في الاهلي تابعوا معنا ده كان تحليل طبعا نقدة رياضية من عمر لكل العنوين اللي كانت معنا النهاردة وقل صدرة صباح اليوم الاثنين في جولتنا الصحفية في عشر صبح في الاهلي بشكرك جدا عودة لك مرة أخرى ده أنا اللي بشكرك جزيلا الشكر على هذه التغطية الصحفية المتميزة كالعادة وطبعا الشكر موصول لضفتك العزيزة الأستاذة من عمر جل